بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم مجدداً في خدمة دروس للصف الأولى الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم موضوع درسنا اليوم الطاقة الطاقة من أعداد وتقديم الأستاذة ليلى محمد هروبي فمرحباً بكم كالعادة يا صغاري من خلال موضوع درسنا اليوم الطاقة الطاقة ماذا؟ تتوقعون سوف نتعلم اليوم هيا صغاري أسمع إجابة جميلة نعم أحسنتم يا صغاري سوف نتعلم بإذنه تعالى ما هي الطاقة؟ ما هي الطاقة؟ فهل أنتم مستعدين يا صغاري؟ بارك الله فيكم إذن ماذا نقول جميعاً؟ بسم الله ونبدأ من خلال ما تعلمنا يا صغاري سابقاً ماذا نحتاج لتحريك هذه الأشياء؟ نشاهد مع بعض هذا المشهد ونركز نشاهد هنا قام بعملية دفع وأيضاً عملية سحب هنا ماذا أحتاج لتحريك هذا الصندوق الكبير؟ ونحن كذلك يا صغاري ماذا نحتاج لتحريك أي شيء؟ وعرفناها سابقاً نعم إذن ما الإجابة؟ ماذا نحتاج لتحريك هذه الأشياء أو أي شيء؟ أحسنتم أحسنتم نحتاج إلى قوة نحتاج إلى قوة أبدعتم يا صغاري أيضاً يا صغاري بما إنه نحتاج إلى قوة من أين تأتي القوة؟ من أين تأتينا القوة؟ واضحة جداً من الصورة هيا صغاري رائعين رائعين من الغذاء أي الطعام من الغذاء الصحي من الغذاء الصحي لابد يا صغاري أن نتغذى ونأكل الأكل الصحي الطعام المفيد يعني ما نأكل شبسات هذا شبسات هذا غير مفيد ولكن لاحظوا الصورة الثانية اللبان والتمر والجبن والفواكه هذه جميعها أحسنتم جميعها مأكلات صحية ولكن الشبس والغازيات والحلويات هل هي مفيدة؟ غير مفيدة أحسنتم وما تعطينا قوة الشبسات والحلويات ما تعطينا قوة ولكن لاحظوا الصورة الثانية هنا اللبان والعصير والفواكه تعطينا قوة وتعطينا أحسنتم نشاط أحسنتم يا صغاري إذن يا صغاري فيماذا يفيدنا الغذاء؟ فيماذا يفيدنا الغذاء؟ هيا صغاري لاحظوا هنا الأطفال يشربون اللبان فيماذا يفيدنا الغذاء؟ رائعين يا صغاري يعطينا الطاقة لاحظوا هنا هذه صورة الولد وهو يركض لأن لديه طاقة أحسنتم يا صغاري إذن لماذا يستطيع هذا الرجل دفع الدولاب؟ هنا يقوم بعملية دفع يعني أحسنتم يقوم بدفع وتحريك الدولاب بعيدا عنه إذن هنا لماذا يستطيع هذا الرجل دفع الدولاب؟ لماذا يستطيع؟ أحسنتم أحسنتم لأن لديه طاقة وقوة أحسنتم الطاقة هي القوة يا صغاري الطاقة قوة أحسنتم إذن لديه طاقة أي لديه قوة أحسنتم أيضا يا صغاري من خلال الصورة التي أمامك من لديه طاقة أكبر؟ الصورة ألف لاحظوا هذا الرجل ولاحظوا صورة بأ ولاحظوا هذا الرجل جميعهم يحملوا لصندوق من لديه طاقة أكبر؟ هيا صغاري ركزوا شوي في الصورة هم؟ هل لهم ما تساعدكم عادمة في مشكلة؟ هيا صغاري أكتشفتم من لديه طاقة أكبر؟ أحسنتم نعم الصورة ألف أو الرجل الذي في الصورة ألف هو الذي لديه طاقة أكبر أحسنتم أو لديه قوة أكبر أحسنتم أحسنتم يا صغاري لماذا نحتاج إلى الطاقة يا صغاري؟ لماذا نحتاج؟ هيا صغاري لماذا نحتاج إلى الطاقة؟ لماذا نحتاج إلى القوة؟ هيا صغاري فكروا شوي لماذا نحتاج إلى الطاقة والقوة؟ هيا صغاري أحسنتم مبدعين أسمع إجابات مختلفة وجميلة جدا نحتاج إلى الطاقة لأنها تجعلني قادر على الحركة وتحريك الأشياء لأنها تجعلني قادر على الحركة وتحريك الأشياء هنا يا صغاري عندما تكون لدينا طاقة كبيرة تجعلنا نقوم بكثير من النشاطات وتحريك الأشياء وحمل الأشياء ولكن عندما لا أحصل على هذه الطاقة وليس لدي طاقة ولا قوة لا أستطيع أن أحمل أي شيء ولا أحرك أي شيء فلابد أن نحصل على هذه الطاقة من الغذاء المفيد لكي يكون لطاقة وقوة أحسنتم يا صغاري أحسنتم لماذا نحتاج إلى الطاقة أيضا؟ لماذا نحتاج إلى الطاقة؟ أحسنتم يا صغاري أحسنتم لأنها تجعلني قادر على حمل الأشياء أحسنتم يا صغاري أنتم لاحظوا أنفسكم يا صغاري عندما تستيقضون من النوم مبكرا هل لديكم طاقة؟ أحسنتم ليس لديكم طاقة ولكن بعد الغذاء المفيد والحصول على الطعام المفيد تحصلون على الطاقة وتكونون بنشاط الآن يا صغاري ركزوا مع بعض في هذا المشهد ركز لاحظوا هنا الولد ماذا يفعل؟ يتسلق الحبل أحسنتم يتسلق الحبل هيا صغاري من خلال المشهد السابق كيف أستطاع الولد تسلق الحبل؟ كيف أستطاع؟ أحسنتم لأن لديه طاقة كبيرة هذا الولد عشان عنده طاقة كبيرة أستطاع أن يتسلق الحبل لديه قوة أحسنتم يا صغاري من خلال ما تعلمنا اليوم يا صغاري اكمل الفراغ التالي لتحريك أي شيء نحتاج إلى إلى ماذا؟ انظروا إلى الصورة نحتاج إلى ماذا يا صغاري؟ لتحريك أي شيء نحتاج إلى أو لحمل أي شيء أو لدفع أي شيء أو سحب أي شيء ماذا نحتاج؟ هيا صغاري أحسنتم نحتاج إلى إلى طاقة أحسنتم أو قوة طاقة وقوة نفس الشيء الطاقة هي القوة والقوة هي الطاقة أحسنتم طاقة وقوة تعطينا نفس الشيء تعطينا نفس النشاط ونفس الحيوية أحسنتم يا صغاري فانتعلمنا اليوم يا صغاري الطاقة تجعلني أحرك الأشياء أيضا تجعلني أحمل الأشياء أحسنتم تجعلني أقوم بأي عمل ما الطاقة تجعلني أقوم بأي عمل ما إذن الطاقة تجعلني أحرك الأشياء وأيضا تجعلني أحمل الأشياء وأيضا تجعلني أقوم بأي عمل ما الطاقة سنتم يا صغاري سنتم يا صغاري أشكركم كثير على حسن استماعكم وانتباهكم وتركيزكم وحسن إجاباتكم الجميلة أراكم على خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة